السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بجميع معكم خالد لاريم مرحبا بكم في قناة خالد لاريم تتم السلسلة دينا دينا مشروع قانون رقم 3717 يتعلق بتنظيم مهنة الوكي العقاري وهذا استفادة للعموم للمعانين للمواطن المغربي وصلنا الباب الرابع المراقبة والتأذيب المادة تتولى الإدارة المراقبة والتحقق من الالتزام الوكي العقاري سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا بمقتضايات هذا القانون عند ممارسة المهنة ومن حسن مسكه للسجلات والوثائق المادة 24 تحدد العقوبات التأذيبية التي يمكن إصدارها في حق الوكي العقاري فيما يلي الإنضار التوبيخ السحب المؤقت للبطاقة المهنية لمدة تتراوح بين شهر وسنة السحب النهائي للبطاقة تصدر الصعوبات عقوبات الإنضار والتوبيخ من طرف الإدارة دون استشارة اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 34 أدنى المادة 25 توجه عقوبة الإنضار إلى الوكي العقاري الذي قام بخرق مقتضاية هذا القانون عندما لا تشمل المخالفة الأعمال المعاقب عليها في المادة 26 27 28 أدنى المادة 26 توجه عقوبة التوبيخ إلى الوكي العقاري في حالة خرق مقتضاية المادة 14 أعلى عدم إخبار الوكي العقاري جميع الأطراف من معلومات المتعلقة بالظروف الخاصة بالخدمات التي يقدمها لها والواردة في المادة 17 أعلى عدم تضمين الوطائق والمراسلات الصادرة عن الوكي العقاري للبيانات الواردة في المادة 21 أعلى العودة لارتكاب نفس الفعل الموجه لعقوبة الإنضار داخل مدة ثلاث سنوات المادة 27 تسحب الإدارة الوصية البطاقة المهنية مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر وسنة بعد استشارة اللجنة الجهوية المشارع إلىها في المادة 34 أدنى وبعد إدلاء صاحب البطاقة المهنية بإضاحاته حول المخالفات المنسوبة إليه في الحالات الآتية عدم احترام التعريفة الواردة في المادة 12 أعلى تسلم مبالغ مالية أو غيرها لفائدة الغير المشارع إلىها في المادة 13 أعلى وباستثناء أجرته عدم إذاع الأموال المتآتية من العملية المنصوصة عليها في البند الثاني من المادة الثالثة من هذا القانون بالحساب البنكي الخاص بها عدم مسك سجل للتوكيلات طبقا للمادة 15 أعلى عدم حفظ الوطائق والسجلات أو عدم تمكين أعوان الإدارة من الولوج إليها عند الطلب طيلة المدة المقررة لحفظها الواردة في المادة 16 أعلى إعارة البطاقة المهنية للغير عدم احترام مقتضايات المادة 11 أعلى خرق مقتضايات المادة 18 أعلى إفشاء سر المهني عدم الانضمام إلى الجمعية المهنية الجهوية بعد الحصول على البطاقة المهنية العودة إلى ارتكاب نفس الفعل الموجه لعقوبة التوبيخ داخل مدة ثلاث سنوات المادة 28 تسحب الإدارة الوصية بصفة نهائية البطاقة بعد استشارة اللجنة الوطنية المشارئ إليها في المادة 32 أدنى وبعد إدلاء صاحبها بإضاحاته حول المخالفات المنسوبة إليه في الحالات التالية إذا أصبحت الشروط مقررة لتسليمها غير متوفرة إذا تعمد صاحب البطاقة الإخلال بالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة ومتكررة إذا لم يفي ببعض أو مجموع التزامات المبرمة مع زبانائه إذا عاد إلى ارتكاب نفس الفعل الموجب لعقوبة السحب المؤقت داخل مدة ثلاث سنوات المادة 29 يتم تضمين القرارات تأذيبية في السجل الوطني للوكالاء العقاريين المنصوص عليه في المادة 37 أدنى المادة 30 دون الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 ذرن كل وكيل عقاري لم يقوم بإطلاع الإدارة بناء عن طلب منها على الوطائق والسجلات أو قدم معطيات خاطئة يجوز للوكيل العقاري الذي صدرت في شأن عقوبة تأذيبية والذي لم يتم سحب بطاقة المهنية أن يقدم للإدارة طلبا يلتمس فيه التشطيب على العقوبة الصادرة في حقه من السجل المشاري إليه في المادة 37 أدنى وذلك بعد مرور ثلاث سنوات تبت الإدارة في هذه الطلبات بعد استشارة اللجنة الجهوية المشاري إليه في المادة 34 أدنى شكرا لكم وإلى الملتقى إن شاء الله